بسم الله الرحمن الرحيم وخليله ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد معشر الصائمين فإن من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أمة الإسلام أن جعلنا مسلمين أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم وكتابه الكريم ونبيه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فكم نحن أمة حضية من بين أمم البشر وشعوبها أن جعلنا الله في هذه الأمة دينها الإسلام وكتابها القرآن ونبيها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظمت النعمة فتمت المنة من رب البرية قال عز اسمه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينكم معشر المسلمين عظيم بشرائعه وتفاصيل أحكامه عظيم بعقيدته وما أودع الله تعالى في كتابه العظيم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من عظيم الأحكام وجليل الحكم وبديع الأسرار ديننا عظيم يعيش المسلم في ظلاله معنى العظمة بالانتساب إلى هذا الدين وتأتي فرضة الصيام معشر الصائمين لنعيش فيها وجها من وجوه العظمة التي أكرم الله تعالى بها أمة الإسلام في تشريع الأحكام فرض صيام رمضان ليكون ركنا من أركان الدين هو في معناه الآخر وجه أيضا من وجوه جلال الشريعة وسمو أحكامها تصوم أمة الإسلام ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين كل مرة في العام وكلما دخل عليها رمضان وجدت من معاني العظمة في التشريع ما هو حري بها أن تقف عنده أيها الصائمون مضى في مجلس الأسبوع المنصر في مدارستنا لآيات الصيام في سورة البقرة المبتدأة بقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والمختتمة بقوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تقدم في ذلك المجلس أن آيات الصيام في سورة البقرة جاءت محفوفة بين آيتين ختمت كل واحدة منهما بذكر تقوى الله في الأولى لعلكم تتقون وفي الأخرى للناس لعلهم يتقون فجاء معنى التقوى المعنى الجليل مضمنا في أحكام الصيام ليكون أحد مقاصده العظام أجل أيها الصائمون فرض الله علينا الصيام نصوم شهرا كل سنة لنكون بذلك مؤدين لعبادة تحقق مقاصدها في حياة العباد ومن تصفح نصوص الشريعة علم علم اليقين تلك القاعدة الجليلة ألا وهي أنه ما من عبادة يشرعها الله عز وجل في دينه العظيم إلا ولها من الحكم والمقاصد والأسرار ما ينبغي أن يقصده العباد في أداء عباداتهم فالصلاة مثلا وهي ركن الإسلام الأعظم وعموده والتي يصل فيها العبد قلبه بخالقه خمس مرات كل يوم وليلة لها أيضا مقصد عظيم وهو ارتباط القلوب وصلتها بعلام الغيوم لتعيش القلوب معنى الخشوع والإخبات والإقبال على الله عز وجل وهكذا سائر العبادات إذن فكل عبادة في ديننا معشر المسلمين تجمع بين هيئتين إحداهما ظاهرة تؤدى بها العبادة في الأركان والواجبات والشروط والمستحبات والهيئة الأخرى الباطنة هي حظ القلب من تلك العبادة ونصيبه الأكبر من تلك العبادة وإذا وجد العبد طريقه بتوفيق الله لأداء العبادة فينبغي أن يؤديها مستجمعا هيئتيها الظاهرة والباطنة فإذا اقتصر على إحداهما كان خللا ولابد وخذ مثالا آخر أيضا بالصلاة فهيئتها الظاهرة قيامها وركوعها والرفع والاعتدال والسجود والرفع والجلوس بين السجدتين والتسليمتان هذه الأركان والواجبات للصلاة هي هيئتها الظاهرة هو حظ البدن من تلك العبادة بأن يقف فيصف قدميه وأن يركع فيحني ظهره وأن يسجد فيضع جبهته في التراب موضع قدميه هذه هيئة الصلاة الظاهرة وهي أركانها التي تؤدى بها وواجباتها أما الهيئة الباطنة للصلاة فهو حظ القلب من الصلاة وما حظ القلب في الصلاة؟ خشوعه وحضوره ليكون العبد في صلاته مصليا بقلبه وجوارحه معا فإذا وقف بقدميه وقف قلبه بين يدي الله وإذا ركع معظما بظهره ركع قلبه معظما لله وإذا سجد وهو يؤدي ذلك بجبهته وأعضائه السبعة فإن قلبه أيضا ساجد بين يدي الله فيكون قلبه حاضرا في كل ركن وكل واجب وكل حركة وكل فعل من أفعال الصلاة وعندئذ يحصل في الصلاة خشوع القلوب وحضورها وهذا اللثناء الذي أثنى الله تعالى به على أهل الإيمان قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع في الصلاة مرتبة سوى المحافظة عليها لأنه في سياق الآيات الكريمة نفسها قال الله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فذكر في شأن الصلاة أمرين وصفتين إحداهما المحافظة عليها والصفة الأخرى الخشوع فيها فتبين إذن أن خشوع القلوب في الصلاة أمر ليس هو أداؤها ولا المحافظة على فعلها بمعنى آخر قد تؤدى الصلاة ويحافظ عليها المصلي بمعزل عن خشوع قلبه وحضوره في صلاته فإذا حصل ذلك فما الحال الصلاة صحيحة إن استوفت أركانها وواجباتها وشروطها وتبرأ بها الذمة ويسقط بها التكليف ولكن ليست هي الصلاة التي يحبها الله ليست هي الصلاة التي تحقق المقصد من تشريعها ليست هي الصلاة التي تفعل فعلها في حياة العباد ماذا تفعل الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فطالما صلينا ولا نزال نواقع المنكرات ونقع في الفحشاء ونقع في الأخطاء والذنوب والمعاصي فثم تخلل ليس في الصلاة بل في صلاتنا أما الصلاة فحقها أن تفعل فعلها لكننا إذا أديناها بمعزل عن خشوعها فقدنا أثرها ليس هذا فقط بل فقدنا حتى لذة التعبد بها نصلي ويدافع أحدنا الملل ويسارع نفسه للفراغ من الصلاة كيفما اتفق نصلي وهم أحدنا في الصلاة أن يؤديها خشية أن يعاقب على تركها فيكون دافع الخوف من العقاب عنده مستحضرا أكثر من دافع الحب للصلاة والحرص عليها والمتعة بأدائها والتلذذ بالوقوف بين يدي الله وهذه والله يا إخوة في طريق العبودية خسارة فادحة أن تتحول العبادة إلى هم يراد الفراغ منه وإلى شغل يزاحم العقل والفكر والقلب كيف ومتى ينتهي هذه خسارة لأنه في النهاية سيصلي ويصوم ويحج ويفعل العبادات لكنه فعل الخائف من ربه أن لا يعاقبه إذا ترك وليست هذه عبادة الصالحين ولا الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فماذا كانت عباداتهم؟ كانت عباداتهم حبا لله وإقبالا على العبادة متعة وأنسا بها وتلذذا بأدائها أما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يسارع إلى الصلاة ويفرح بها ويسر بحضورها وإذا نادى بلالا في سفر رضي الله عنه وهم في أوعثاء السفر وأعبائه يناديه بالأذان للصلاة فيقول أرحنا بالصلاة يا بلال إنها راح فما كان يؤديها إلا على مبدأ ومقام الحب والرغبة والفرح بعبادة الصلاة وهكذا يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل قياما طويلا حتى تتورم قدمه وورم القدمين كما يعرف كلكم ألم لا يطاق وانتفاخ يصاحبه قدر عظيم من التعب والألم ومع ذلك يقف عليه الصلاة والسلام الوقوف الطويل مع انتفاخ القدمين زيادة في الألم والمعاناة فإن ذهب تعب الجسد لما حضرت متعة القلب وأنس الروح كانت أعظم من آلام الجسد فوجد متعته عليه الصلاة والسلام فلما تسأله أم المؤمنين رضي الله عنها يكون الجواب أفلا أكون عبدا شكورا تلك القلوب التي تقبل على العبادة ملوها الحب والفرح والسرور والرغبة فيما عند الله تلك قلوب عرفت حظها من العبادة في الهيئة الباطنة مع الهيئة الظاهرة التي تؤدى بها العبادة لنعود إذن إلى الصيام معشر الصائمين هيئته الظاهرة ما هي؟ الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهكذا يصوم الصائمون بالإمساك عن المفطرات كل يوم من مبدأ النهار إلى منتهى فإذا طلع الليل وغربت الشمس أفطر الصائم هذه الهيئة الظاهرة للعبادة يصحبها نصيب القلب منها في هيئته الباطنة أيصوم القلب معشر الصائمين؟ نعم ومن لم يصوم قلبه فقد صامت جوارحه فحسب صيام القلب يا كرام حضور معنى الصيام في القلب الذي يعمر القلوب بتقوى الله جل وعلا ومن لم يصوم قلبه أمسكت جوارحه بل عفوا أمسك فمه وفرجه أمسك فمه عن الطعام والشراب وفرجه عن الجماع لكن ربما أفطر بعينيه بالنظر الحرام وبأذنيه بالسماع الحرام وبلسانه بالمحرمات من كذب وزور وغيبة ونميمة فما هذا بالصيام؟ هذا صيام ظاهري أجوف أجوف لا روح فيه لأنه خلى تماما من هيئته الباطنة والله الذي فرض الصيام قال لي ولك ولكل مؤمن إلى يوم القيامة في كلام واضح صريح يفهمه المسلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا المقصود الأعظم من الصيام تحقيق تقوى القلوب فإذا غيب الصائم قلبه في عبادة الصيام فأن ينال التقوى بصيامه ما فرض الله الصيام يا كرام ما فرضه الله على العباد اختبارا لهم على تحمل قوة الجوع والعطش وإلا لكانت بعض البهائم أشد تحملا من ابن آدم وتصبر عن الطعام والشراب كالجمل والزرافة وبعض الحيوانات أكرمكم الله أهل يتحقق فيها معنى الصيام؟ وإمساكها عن الطعام والشراب أضعاف ما ينسك ابن آدم من ساعات اليوم بل أياما متتابعة ما هذا مقصود الصيام؟ إمساك عن الطعام والشراب مع إفطار بالنظر والأذن واللسان؟ لا والله ما هذا بصيام لست أنا الذي يقول هذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أيها الصائمون من كان مفطرا بلسانه بعينيه بأذنيه فليس لله حاجة الله غني عن صوم كهذا يمسك فيه الصائم عن الطعام والشراب والجماع وهو يفطر طيلة النهار على المحرمات بالنظر الحرام وبالقول الحرام من لم يدع قول الزور الزور هنا شهادة الزور وكل منكر وباطل فهو زور فعلا كان أو قولا من لم يدع قول الزور والعمل به فيدخل في ذلك المنكرات والباطل بأشكاله والآثام بأنواعها قولا وعملا من لم يدعها وهو صائم فليس لله حاجة ما هذا الصيام الذي أراد الله من العباد أن يصوموه ومع ذلك فمن صام ممسكا عن الطعام والشراب والجماع بالمعنى الآخر مقتصرا على الهيئة الظاهرة للعبادة مقتصرا عليها مخلا بصيام قلبه فقد أدى الفريضة وبرئت ذمته ولا يطالب بإعادة ولا قضاء صومه لكنه ليس الصيام الذي أمر الله وإن قال بعض أهل العلم قولا شاذا أن الواقع في الغيبة وهو صائم أفطر وعليه القضاء لكن الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء أن صومه إن سلم في هيئته الظاهرة من المفطرات فصوم صحيح شرعا مسقط للتكليف تبرأ به الذمة لكنه والله ما هو بالصيام الذي يستمتع به العبد وهو صائم أولا ويجد أثره في قلبه ثانيا الصائم الذي يصوم حقيقة صيام التقوى يفرح والله مع غروب كل شمس يوم يتم فيه صيام ذلك اليوم فإذا جلس بين يدي إفطاره وتمراته بين يديه وشربة الماء بين يديه فرحة قلبه أسرع من التمرة التي يرفعها إلى فمه يمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان فرحة عند فطره ليش يفرح؟ يفرح لأن الله أكرمه فجعله عبدا مسلما يفرح لأن الله وفقه فأعانه على صيام ذلك اليوم يفرح لأن يومه ذاك الذي صامه كان عامرا بألوان وألوان من الطاعات يفرح لأن صيامه ذاك كان وجها من وجوه التقوى والصلاح ملأها بطاعة وإحسان وبر وذكر وقرآن وصدقة على الأقل كان صوما في أدنى معانيه خاليا خاليا مما يمكن أن يعكر صفوه أو يخدش صومه فلا يقع في منكرات أو آثام ولا يفعل كما يفعل في سائر أيام العام تدري لما؟ لأنه صائم وقد عزم يوم صام منذ أن أذن الفجر أن تصوم جوارحه وأن يصوم قلبه كما يصوم بطنه وفرجه سواء بسواء هذا الصيام الذي يبلغ بالعبد مرتبة التقوى أيها الصائمون ما التقوى؟ التقوى هي مجاهدة النفس في الانكفاف عن الحرام والاستكثار من الطاعات هذه هي التقوى لا شيء آخر التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقايا بالاستكثار من الطاعات وترك المحرمات هذه هي التقوى من الأتقياء في الأمة؟ من الصالحون في الأمة؟ ليسوا خلقا غيرنا بشر مثلنا وليسوا معصومين من الذنوب والخطأ والمعاصي لأنهم ليسوا ملائكة ولا أنبياء عليهم السلام ما هم إذن؟ هم بشر مثلي ومثل لكن الفرق الأكبر بيننا وبينهم أنهم أناس يجتهدون في الطاعات أكثر منا ويجاهدون أنفسهم في الانكفاف عن الحرام والتقلل من الذنوب والمعاصي أكثر منا فبلغوا مرتبة التقوى الأئمة السادات الكبار بدأ من الصحابة رضي الله عنهم فالتابعين من بعدهم ومن جاء بعدهم من سادات الأمة وأوليائها وصلحائها وأتقيائها كل أولئك لو فتشت في أخبارهم وقرأت في سيرهم ما وجدت إلا بشرا لكن ستجد الفرق أنهم كانوا يكثرون الصيام وقراءة القرآن ويقومون الليل ويجتهدون في الطاعات وتجد في حياتهم زهدا عظيما وإحجاما عن الدنيا وانكفافا عن الذنوب والمعاصي أشرقت حياتهم وفاحا عبقها وعطرها بين أقوامهم في حياتهم فما وجدوا منهم إلا الثناء الحسن والذكر الطيب وكل خير عرفوه في حياة البشر فبذلك بلغوا مرتبة الصلاح أيها الصائم يا عبد الله من قال لك إن التقوى وحياة الأتقياء صفحة طويت في تاريخ الأمة من قال لك إن الأتقياء هم فئة انتهى زمنهم في الصدر الأول من سلف الأمة وقرونها السابقة من قال لك إن زماننا هذا ويومنا هذا لا يوجد فيه في الأمة من يبلغ درجة الصلاح والولاية وتقوى الله عز وجل من أخبرك من الذي غرك أكنت هكذا تستجيب لشيء من أراجيف الشيطان ووساوسه ليغلق عليك باب التقوى لا والله ما أغلق الله على عبد بابا يدخل عليه ليبلغ به صلاح الأتقياء ودرجة الولاية الولاية أعظم مرتبة يبلغها العبد بعد النبوة أما النبوة فاصطفاء واختيار ولا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلوات الله وسلامه عليه لكن الولاية أن تكون من أولياء الله وتصبح ولي الله هذا باب اختياري تبلغه باجتهادك أنت عبد الله وبيوسعك أن تكون اليوم من أولياء الله ما الطريق؟ استكثر من التقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ها أنت في شهرك هذا عبد الله تسير في مدرجة التقوى ويمكن أن تصعد في تلك المدارج درجة درجة اليوم نصوم 12 يوما من رمضان حقنا والله أيها الصائمون أن يكون أحدنا اليوم قد بلغ في الصعود في سلم التقوى 12 درجة على الأقل وأن يكون اليوم في هذا اليوم من رمضان في صلاح قلبه وتقواه وخشيته وكل عبادات قلبه أفضل مما كان ليلة الأول من رمضان ولا تسلم لأنه قد صام والله يقول لعلكم تتقون بالصيام نبلغ التقوى حقيقة التقوى تقع في صيام الصائم يا كرام أليس الصائم عندما يصوم يومه ممسكاً عن الطعام والشراب ما يصوم إلا لله ولربما أغلق الصائم عليه باب حجرته وقد أصابه ذلك اليوم شدة الجوع والعطش والتعب والنصب وأصابه من حر الشمس ما تقطع به كبيده جوعاً وعطشاً فدخل غرفته وإذا بالماء بين يديه والطعام بين يديه وأغلق الباب وليس معه أحد بالله عليكم ما الذي يمنعه أن يمد يده إلى كأس الماء فيشرب ويروي غليلاً داخله وضمأاً قطع كبيده ولا يراه أحد ما الذي يمنعه ما منعه إلا استشعاره لمراقبة الله وأنه صام لله هذا هو حقيقة التقوى الأتقياء أقوام جاهدوا أنفسهم بالمعاصي فإذا خلوا بمحارم الله عظموا الله وغيرهم إذا خل بمحارم الله انتهكها قوم إذا زين لهم الشيطان المعصية وهم في خلوة بعيداً عن أعين الناس سهل انزلاق أقدامهم وقالوا فيها واقعين أما الأتقياء فقوم إذا جاءهم الشيطان وزين لهم المعصية وهيأ لهم سبولها قال أحدهم معاذ الله إني أخاف الله هذه التقوى التي نفعلها بصيامنا هي درس ينبغي أن نتعلمه لنسحبه على سائر مواقف الحياة وعلى كل أيام العام والله يا قياء يا كرام لو نفعل ما نفعله في صومنا ونحن صائمون في سائر أيام الحياة مع كل وساوس الشيطان ومداخله والله لغدونا أتقياء من خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بوسع أحدكم أن يأكل ويشرب إذا خلى بنفسه وكان الطعام بين يديه وهو محتاج إليه لكنه يقاوم ذلك ويصبر ويتحمل وهو يتقرب إلى الله عز وجل بذلك ومن هنا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به اسمع ماذا يقول ربك يقول يدع شهوته وطعامه من أجلي إذا فعلت الشيء من أجل الله كما تفعله في صيامك فأنت عبد تقي لله عز وجل التقوى يا كرام هدف يسعى إليه الصائمون كل عام في رمضان ويتسابقون فيتخرج الصائمون من رمضان بعد ثلاثين يوما وفيهم الأتقياء الذين نور الله قلوبهم بالتقوى وأصلح حالهم فاكتسبوا من معاني الإيمان والصلاح والهداية ما يجعلهم بعد رمضان خيرا مما كانوا منه قبل رمضان ويأتي آخرون فيجاهدون أنفسهم فيكونون دون ذلك لكن إياك إياك عبد الله أن يدخل عليك رمضان فتخرج وأنت كما أنت كنت قبل رمضان إياك أما قد صمت ثلاثين يوما حق هذه الأيام يوما بعد يوم أن تفعل فعلها في قلبه وأنا أخبرك ما الذي فعلته في ثلاثين يوما أو ما الذي ستفعله في بقية الثلاثين يوما يا رجل أنت صائم بالنهار وأنت بالليل قائم تقوم بين يدي الله فتصلي ما كتب الله لك وأنت تقرأ القرآن وتسمعه وأنت تذكر الله وأنت لا يخلو يومك وليلتك من أكف ترفعها بالدعوات الصاعدة إلى السماء تسأل الله من خير دنياك وأخراك أنت هكذا تتقلب في أعظم أنواع العبودية صلاة وصيام وقيام ودعاء وقرآن وما قد يخالط ذلك من خشية قلب ودمعة عين واستحوار جلال الله وملء القلب بحبه والتلذذ بخطامه والله هذه الأمور التي تحرث القلب حرثا فتسقيه بماء القرآن فينبت من أروع وأجمل أزاهير الإيمان وثمار الإيمان التي يجدها الصالحون في حياتهم أيها الصائمون رمضان يمضي سريعا وإيامه تمضي تباعا وأحدنا كلما صام يوما فرح به وكلما أفطر فرح بفطره وكلما قام ليلة بين يدي الله فإنما يطرق أبواب المغفرة بالنهار صائما وبالليل قائما يتذكر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا وإذا دخلت العشر الأواخر وانطلق يحث الخطى وطفق يبحث عنها مسابقا لإخوته الصائمين باحثا عن ليلة القدر يستحضر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عاد الأمر إذن إلى ما يقوم بالقلوب في الصيام والقيام وتحري ليلة القدر هو الإيمان والاحتساب هو حقيقة عمل القلب عبد الله وهو الذي يحقق لك تقوى قلبك بصيام رمضان وقيامه وتحري ليلة القدر في العشر الأواخر منهم التقوى معشر الصائمين خصلة من أعظم خصال الإسلام ومرتبة من أسمى مراتبه العظام تسابق إليها الصالحون وحازها الأولياء وتقلب في نعيمها من سلك درب الأنبياء عليهم السلام التقوى نور في قلب العبد وحياته التقوى صلاح لأمر دنياه وأخراه ومن حقق التقوى ونال منها ما كتب الله له أن ينال وهو يقتنصها في أيام رمضان فهنيئا له والله كل ما وعد الله عليه أهل التقى في الدنيا والآخرة وما أعده لهم من الكرامة وما وعدهم به من لذيذ العيش وسعة الرزق اسمع بقلبك بقلبك لا بأذنك ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي باب أغلق في وجهك عبد الله أي طريق ضاقت بك فيه مسارك الحياة يقول لك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله يجعل الله المخارج لعباده الأتقياء ولو أطبقت عليهم أبواب الأرض والسماء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ليس هذا فقط ويرزقه من حيث لا يحتسب يأتيك الرزق من حيث لا تظن أنه يأتيك ليس هذا فقط قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فتتيسر الأمور العسيرة وتحل العقد وتسهل الصعام بتقوى الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا حتى في الآخرة تجد تقوى الله الثقل في الميزان الذي تكفر به السيئات وتتعاظم به الدرجات يوم القيامة أنت تبحث عن الحسنة والحسنة الواحدة منك ومن عبد آخر من عباد الله الآخرين سواء لكن التقوى تجعل حسنة أثقل من أختها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يصوم اثنان ويصلي اثنان ويتصدق اثنان أحدهما أكثر تقوى لله من صاحبه يقع صيامه وصدقته وإحسانه وصلاته أثقل في ميزان حسناته وهي صلاة واحدة وصيام واحد وصدقة واحدة لكن الذي قام بالقلوب أبدا لن يكون واحدا تقوى الله أيها الصائمون هو الزاد الذي ننتظره ونحتاج إليه أشد ما يكون الموقف حرجا وفزعا وهولا يوم يأتي الخلق يوم القيامة عند الاجتماع وتأتي ساعة العبور على الصراط المنصوب على متن جهنم والله قد أخبر وكلامه صدق ووعده حق فقال عز اسمه وإن منكم إلا واردها كلنا سيرد على جهنم ويعبر الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية يوم القيامة والعبور على الصراط لا والله لا نجاة ولا سلامة ولا مفازة إلا بما معك من تقوى الله اليوم الفرصة بين أيدينا ونحن حاضرون ورمضان يضلنا وفيه من الصيام والقيام والقرآن والاعتكاف والصدقات والبر والعمرة والطواف والسعي وسائر وجوه الإحسان ما يمكن أن نجعله في رصيدنا وفي تقوى قلوبنا فالله الله أن يصوم الصائم فينا وأن يقوم القائم ويقرأ القارئ ويتصدق المتصدق ويعتمر المعتمر ويطوف الطائف ويسعى الساعي الله الله أن نفعل ذلك كله إلا وقلوبنا حاضرة وحظها قبل البدن نطوف فتطوف القلوب قبل الأقدام ونسعى ونصوم ونقوم ونقرأ القرآن وندعو ونفعل كل ذلك وقلوبنا قبل أبداننا تتعبد لله بذلك فهي والله المتعة والأنس والسعادة هي اللذة في العبادة هي النعيم المعجل في الدنيا قبل الآخرة الذي يجده أهل الصلاح والتقى في دنياهم فإنهم ما يبحثون عنها في نعيم زائل ولا في ترف طائل والذي سيزول عما قريب ليس في الألبسة والطعام والشراب والمراكب تلك أمور يستعان بها على طيب الحياة لكن السعادة والأنس الحقيقية والمتعة فيما يعمر القلب من تقوى الله عز وجل والأنس بطاعته والتلذذ بمناجاته جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام عاش عيشة الفقراء متقللا من الدنيا مقبلا على الآخرة وكان بالرغم من ذلك كله صلوات ربي وسلامه عليه يجد من متعة الحياة وأنس القلب ما أغناه عن ذلك كله ينام فيؤثر الحصير في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام وليس له من الفرش الناعمة ولا اللحاف الوثير ما يقيه عن الأرض وترابها لكنه حصير فيؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام يبيت هو وأهل بيته الليالي المتتابعة طاويا من الجوع ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعر ثلاثا قط أي حياة هذه التقلل من الدنيا والاستكثار من نعيم الآخرة كانت هي سعادة القلوب التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدونكم أيها الصائمون هذا شهركم قد نضى نصفه تقريبا ونصفه الأعظم والأجل والأكبر الآتي أمامكم وفيه من الخيرات والهبات والنفحات أضعاف أضعاف ما مضى في نصف شهركم الأول فأين العقلاء وأين الحريصون على أنفسهم وأين الباحثون عن حظ قلوبهم من تقوى الله هي والله أمامكم في كل أيامكم ولياليه المقبلة في كل ساعاته بصيامكم نهارا وقيامكم ليلا وبكل ما تعملون من طاعات استحضروا جهاد أنفسكم في ملئها من تقوى الله أحب الله وأقبلوا على عبادته متلذذين إياكم أن يتضجر أحدكم من صوم يوم أتعبه فيه حر الشمس أو كثرة الحركة أو شدة الجوع والعطش إياكم أن يقف أحدكم بالصلاة خلف إمامه مستثقلا طول القيام إياكم أن لا يجد أحدكم في ساعات يومه ونهاره خلوة يتجه فيها إلى ربه فيخلو به ويناجيه ويدعوه ويسأله فيسكب العبارات ويتذكر العثرات ويستقيلها ويضرب من ربه العفو والعافية أقبلوا على رب كريم فالشهر عظيم والهبات ممنوحة والنفحات هنا متاحة فطوب لمن تعرض لها أسأل الله تعالى جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العولى أن يكتبني وإياكم في خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلي إله الحق يا سميع الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهك الكريم واجعلنا فيه من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا الصيام والقيام والقرآن وسائر العمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم بلغنا منازل الأتقياء ودرجات السعداء ومراتب الأولياء يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسيئ الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا وعفو عنا وعفو عن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم أعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا أكرم الأكرمين اللهم ما صمنا من صوم ولا قمنا من قيام ولا قرأنا من قرآن ولا بررنا من بر ولا تقربنا بعمل إلا بفضلك ومنتك فلك الحمد ولك الشكر وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم كما يسرت لنا العبادة فتقبلها منا بقبول حسن وعفو عنا فيه ما كان من زلل وتجاوز عنا الخطأ والتقصير والسهوة والغفلة يا أكرم الأكرمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا هؤلاء عبادك أتوك من كل فج عميق تركوا بلدانهم إلى بلدك الحرام جاءوا ملبينا معتمرين وافدين على بيتك الحرام اللهم يا رب فأكرم وفادتهم وأحسن نزلهم وأعظم أجورهم وتقبل طاعاتهم اللهم اجعلها لنا ولهم عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا واحفظهم يا رب في من خلفوا في أهليهم وديارهم بخير أنت خير حافظة وأنت أرحم الراحمين اللهم من أكرم وفدك فأكرمه ومن أعانهم فأعنه ومن حفظهم فاحفظه ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا حي يا قيوم اللهم وفق وأيد واجزب الخيرات إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده على خدمة الحرمين وقاصدهما وفقهما يا رب لكل خير وهدى وسداد ورشاد اللهم إنا نسألك لنا ولأمة الإسلام جميعا فرجا قريبا ونصرا عاجلا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى رسول الهدى وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين